موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الخامس العلمي وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الكيمياء والذي سيكون حول الفصل الرابع سرعة التفاعل الكيميائي هذا الفصل اللي اتناولناه في دروس سابقة وتعرفنا على كيفية إيجاد معدل السرعة من خلال معرفة التغير في تراكيز أحد المواد سواء كانت متفاعلة أو ناتجة نسبة إلى التغير في الزمن وحينما نجد معدل السرعة بدلالة تركيز مادة متفاعلة الشيء أكيد أنها في حالة تناقص وهذا التناقص يشار له بوضع إشارة سالبة سرعة التفاعل ومعدل السرعة يجب أن يكون قيمة موجبة لذلك حين نستخدم تغير تركيز مادة متفاعلة نسبة إلى تغير الزمن نسبقها بإشارة سالبة وأيضا يمكن إيجاد معدل السرعة بدلالة مادة ناتجة في هذه الحالة تغير تركيز المادة الناتجة نسبة إلى الزمن هو تغير فيه تزايد لذلك لا تسبق كمية التغير بمقدار أو بإشارة سالبة أن معدل سرعة التفاعل الكيميائي يعطينا فكرة عن كل ما يمكن أن يتكون من نواتج وما يمكن أن يستهلك من متفاعلات لذلك نحن ندرس معدل السرعة لمعرفة تغير تركيز كل مادة نسبة إلى الزمن أولا وثانيا لمعرفة مراتب التفاعل الكيميائي واللي من خلالها نستنتج قانون السرعة واللي من خلالها نستنتج مسالك التفاعل الكيميائي ونعرف الطريق اللي سلك المواد المتفاعلة في تفاعلاتها حتى تصل إلى نواتج هذا الطريق يجعلنا نستطيع أن نسيطر على التفاعل وأن نختار الطريق الذي يوصلنا إلى ناتج مرغوب ونحجب الطريق اللي يوصلنا إلى ناتج غير مرغوب إذن واحدة من أهم فوائد دراستنا لمعدل السرعة هو استنتاج قانون السرعة ومراتب التفاعل والتكهن بمسالك التفاعل ومعرفة حساسية التفاعل لتغير تركيز أي مادة متفاعلة أو خلال طبعا سير التفاعل نحن من ندرس اليوم بسرعة التفاعل شيء أكيد له ارتباطات بمواضيع سابقة وشيء أكيد له ارتباطات بمواضيع لاحق ارتباطات هذا الموضوع بالمواضيع السابقة هي ارتباطات واضحة من خلال استخدام التراكيز ونحن تعرفنا على كيفية إيجاد التراكيز المولارية والتي تساوي مولات المادة على حجم المحلول باللتر وشيء أكيد ارتباطات التراكيز ترتبط التراكيز بالمولات والمولات ترتبط بالغرامات والكتل المولية وهذا شيء أكيد مما تعرفنا عليه في مواضيع سابقة اليوم تطبيقات سرعة التفاعل الكيميائي قودنا إلى مواضيع سابقة من خلال إعطاء غرامات وتحويلها إلى تراكيز وهنا أو قد يطلب مني غرامات فأبدأ بالتراكيز وأنتهي بالغرامات يعني هذا الموضوع ليس منفصلا عن مواضيع كثيرة أخذناها هذا الموضوع له ارتباطات بالمعادلة الكيميائية ونحن نعلم جيدا أن المعادلة الكيميائية هي مجموعة خطوات وهي محصلة هذه الخطوات الخطوات الثانوية التي يمر بها التفاعل هي مسالك التفاعل التي ستكون واحدة من أهم استنتاجاتنا في هذا الفصل حينما نتحدث عن سرعة التفاعل الكيميائي هذا يقودنا إلى مواضيع لاحق واحدة من المواضيع التي تعتمد على سرعة التفاعل الكيميائي هو مفهوم الاتزان الكيميائي وكيفية وصول المواد إلى حالة اتزان وتطبيق قانون فعل الكتلة وبالتالي استنتاج قانون الاتزان الكيميائي إذن سرعة التفاعل الكيميائي ليست بمنعزل عن مواضيع سنة أخذها لاحقا وليست منفصل عن مواضيع أخذناها اليوم من الأشياء التي أخذناها في موضوع سرعة التفاعل الكيميائي وإيجاد معدل السرعة هو تطبيق مهم ألا وهو حينما أجد معدل السرعة لمادة معينة وجدت معدل السرعة لكل المواد المشتركة في التفاعل إذا كان A, B, C, D مواد تشترك في تفاعل الكيميائي معين حينما تعلم معدل السرعة بدلالة مادة إن علمت كل المواد المشتركة في التفاعل وأسألك ليش شلون نقدر نعرف معدل سرعة التفاعل بدلالة مادة من خلال هذه المادة نقدر نعرف معدل السرعة بدلالة المواد جميعها الجواب شيأكيد موجود عندك وأنا أتصور أنه أستمع منك الإجابة أنه هناك رباط لهذه السرعة يعتمد على المعاملات الموجودة في المعادلة الموزونة واحدة من فائدة هذه المعاملات أنها تعطيني نسبة ما يستهلك من المواد ونسبة ما ينتج منها لذلك حينما أستطيع معرفة معدل سرعة إذن عرفت آني نسبة تغير تركيز المادة مروراً بالزمن أو إلى الزمن فهذه نسبة ما يتغير من تركيز المادة مروراً إلى الزمن في حجم ثابت وتغير مولات وهذه المعاملات العددية الغرض منها الموازنة هي تضطيني نسبة ما يستهلك ونسبة ما يتكون إذن أستطيع من خلال المعاملات العددية ربطها بقانون معدل السرعة وبالتالي معرفة سرعة التفاعل الكيميائي من خلال معرفة سرعة أي مادة مشتركة في التفاعل الكيميائي وإحنا أخذنا ربط السرعة وطبقناه بشكل واسع من خلال أمثلة وتمارين وطبعاً تطبيقات إحنا أخذناه ودائماً حينما تكون مادة بمولين سرعة تضعف سرعة المادة ذات المول واحد وهكذا حتى تبقى بالك وتنساها أو سرعة أي مادة إلى مولاتها في المعادلة تساوي سرعة المادة الأخرى إلى مولاتها في المعادلة أيضاً وهنا أيضاً يأتي سؤال في غاية الأهمية لتفاعلات متعددة ومختلفة شلون أقارن ما بين سرع كل هذه التفاعلات إذا آني كل تفاعل أقدر أقي السرعة بدلالة ماد أسموه تفاعل بمادة بهمون وبها مادة مولين بها مادة أربع مولات بها مادة ثلاث مولات زين هنا من أريد أقارن تفاعل بتفاعل آخر المقارنة تبدو غير منطقية في ظل وجود أكثر من طريق لمعرفة معدل سرعة التفاعل الكيميائي يعني جزء أقارن تفاعل آني ما أخذ سرعة أبو أربع مولات أقارن بتفاعل آني ما أخذ أبو مول وين المنطق اللي يحكم هذه العملية شيء أكيد أنا أخذت أربع أضعاف سرعة معينة لتفاعل المعين التفاعل الآخر أخذت أبو مول واحد هنا المقارنة غير منطقية حتما إذا لابد من اختيار سرعة تتوافق مع كل التفاعلات المختلفة وهذه السرعة التي تتوافق مع كل التفاعلات المختلفة تسمى بالسرعة العامة وهي سرعة بدلالة مول واحد من الماد والقصد منها هو إحداث مقارنة ما بين التفاعلات المختلفة والسرعة لذلك أنا أحتاج اليوم إلى سرعة عامة حتى أشوف وأقارن سرعة تفاعل معين بسرعة تفاعل معينة من آخر ما أبق الشغلة ما محكومة بنمط معين ثابت يمكن أن يحدث مقارنة يعني الآن كل تفاعل من تقول سرعة عامة وتقارنه بتفاعل آخر وتقول سرعة عامة إذن صار عندك مفهوم أن سرعة التفاعل الأول بدلالة مول واحد سرعة التفاعل الآخر بدلالة مول واحد إذن هنا من نقارن السرعة تين راح يصير المقارنة منطقية من نقول التفاعل أي سرعة أكبر من التفاعل بي طبعا هنا أخذنا سرعة عامة ما أخذنا سرعة بمواد مختلفة وهذا مفهوم السرعة العامة أيضا أخذنا وطبقنا وبإمكاننا إيجاد السرعة العامة بدلالة مول واحد من المادة أو بإيجاد سرعة العامة من خلال إيجاد سرعة أي مادة مشتركة في التفاعل وذلك بقسم سرعتها على معامل العددي أو مولاتها الموجودة في المعادلة أي سرعة مادة على مولاتها الموجودة في المعادلة تطين السرعة عامة طبعا معدل السرعة لا يشترط وحدة زمن ثابتة بعينها معدل السرعة لا يشترط وحدة معينة ما السبب؟ وأنا أيضا سألك وأكيد أنت جوابك حاضر لأن السرعة للتفاعلات هي متغيرة ومتعددة التغير هناك تفاعلات بطيئة جدا وهناك تفاعلات سريعة جدا وهناك تفاعلات سريعة وتفاعلات متوسطة السرعة هذا التغير في السرعة للتفاعلات المتعددة والمختلفة يجعلني ما أثبت على وحدة زمن معينة يعني هل يعقل تفاعل يحدث بسنين أستخدم لوحدة الثانية؟ الشيء أكيد سيكون الرقم معقد وكبير جدا أو تفاعل سريع جدا يحدث في أجزاء من الثانية أستخدم لوحدة اليوم أو وحدة السنة؟ إذن نحن لا نلتزم بوحدة زمن معينة بعينها إنما نستطيع استخدام وحدة زمن صغيرة إذا كان التفاعل سريع جدا ووحدة زمن متوسطة إذا كان التفاعل متوسط السرعة ووحدة زمن كبيرة إذا كان التفاعل مطيئ فلا تستغرب أبدا حينما تجد سرعة مقاسة بدلالة ثانية وسرعة مقاسة بدلالة دقيقة وسرعة مقاسة بدلالة ساعة وسرعة مقاسة بدلالة يوم أو سنة وهذا طبعا طبقا إلى الفترة الزمنية اللي يقضيها التفاعل وصولا إلى ناتج أيضا من الأشياء المهمة واللي إحنا دائما نأكد عليها أنه حينما تعطى وحدات الزمن بأكثر من وحدة الزمن يعني طيب دقائق وثواني بهالحالة يجب أن وحد هذه وحدات الزمن ما يصير أن نستخدم سرعة بدلالة وحدتي زمن يجب أن تكون وحدة الزمن واحدة وهنا عملية التوحيد تكون باتجاه الرقم الأبسط أنت تختار نوع التوحيد باتجاه الرقم الأبسط إحنا في كل درس من دروسنا نتشوق لمعرفة تطبيقات أكثر اليوم واحدة من فوائد معدل السرعة هو معرفة قانون السرعة واستنتاج مراتب التفاعل هذا أخذناه شوف معدل السرعة وين قادني إلى قانون السرعة زين شل الفرق ما بين معدل السرعة وما بين قانون السرعة معدل السرعة هو تغير تراكيز إلى فترة زمنية إلى زمن معين بينما قانون السرعة يطين السرعة في لحظة ما عند تركيز معين وهنا فرق أغلب التفاعلات سرع المواد فيها متغيرة هذا التغير يسير بوتيرة هذه الوتيرة التي يسير بها التغير تغير السرعة نسبة إلى تغير التركيز هو مرتبة التفاعل أو الأس الذي يظهر للمادة في قانون السرعة لأن قانون السرعة هو عبارة عن سرعة تساوي ثابت في تراكيز المواد المتفاعلة كل منها مرفوع إلى أسس هذه الأسس هي القوة وهي الوتيرة التي يسير بها التغير في تركيز نسبة إلى السرعة هذا استنتجنا قانون السرعة وطبقناه وأوجدنا مراتب التفاعل اليوم رح نأخذ مزيد من التطبيقات ورح نتعرف على أسرار إيجاد هذا القانون وفوائدة وواحدة من فوائدة أنا متأكد هل ستتحاول الجاوب بس ما تقدر شون الجاوب أنا جاوب ببكانك واحدة من فوائدة إنه نستنتج مسالك التفاعل شو فائدة هذا واحد من أهم الأشياء اللي احنا ندرس هسه لازم نعرف من ندرس شون الفائدة من دراستنا هذا واحد من أهم أسباب دراستنا إنه نعرف مسالك التفاعل الطرق اللي تسدكها هاي المواد المتفاعلة شون شون تسدك الطرق حتى توصل إلى نواتج اليوم هو هذا السبب الرئيسي في دراستنا خلي نشاهدانوا ياكم شلون نقدر نحدث تطبيقات كبيرة وواسعة وشاملة لهذا القانون ونتمرن كيفية إيجاد كل ما يطلب من عندنا من خلال الأسئلة المعطاة والتماريل المعطاة خليني نشاهد سوية ونلاحظ هذا الموضوع وأهميته وكيفية استخدامنا للتطبيقات الموجودة بالنسبة لقانون السرعة دائما نقول الطالب كلما تمرن أكثر كلما استخدم مهاراته اليدوية مهاراته الذهنية مهاراته الفكرية في إحداث تطبيقات أو استنتاج تطبيقات مهمة كلما المادة ترسخت أكثر في ذهنيته كلما استطاع أن يجعل من هذه المادة عجينة سهلة التكيف والتشكل مرنة قادر أن يشكلها كيفما يشاء وهذا لا يحدث وأنت جالس تشاهد فقط يجب أن تتسلح بأدوات المعرفة من خلال الورقة اللي أمامك والقلم وأن تحاول أن تكتب ما نستعرضه هنا وكذلك أن تحل كل المسائل والتطبيقات الموجودة خلي نشاهد إحنا واحدة من التطبيقات هي تمارين راح نشوف هاي التمارين نبدأ بالتمارين تمارين سبعة خمسة التفاعل الغازي الآتي خلي نشوف هذا التفاعل أي زايدا بي ينطيني سي وجد بالتجربة أن قانون سرعته R تساوي K تركيز أي تربيح تركيز B فإذا ما جعله تركيز A ثلاثة أمثاله وتركيز B ضعفه فستزداد سرعة التفاعل بمقدار ألف ست مرات تسعة جيم اثمائش دال اثمانطعش ها ستة وثلاثين هذا الآن انتبه عزيز الطالب هذا الآن سؤال انطاني قانون السرعة وغير في تراكيز المواد المتفاعلة شيئكيد هذه المواد ستؤثر في سرعة التفاعل الكيميائي والسبب أنها مواد ظهرت في قانون السرعة لو كانت لا تؤثر في سرعة التفاعل الكيميائي لما ظهرت في قانون السرعة إذن المأدى التي تظهر في قانون السرعة هي المادة التي تؤثر في معدل السرعة تأثيرات كل مادة في معدل السرعة تعتمد على الأسس التي تظهر لهذه المواد هذه أسها واحد إذن تغير تركيزها سيؤثر بمقدار مساو لتأثيرها في السرعة يعني إذا تغيرت بمقدار الضعف تضعف السرعة تغيرت للنصف نصف السرعة أما هذه المادة ذات الأسس اثنين فأن تغير تركيزها سيربع معدل تغير السرعة يعني لو تضاعفت مرتين راح تضاعف السرعة أربع مرات إذا ضاعفت ثلاث مرات راح تربع السرعة سويها تسع مرات شوف شون إذن هذا الأس يوضح لي يوضح للوتيرة التي يسير بها تغير السرعة مقارنة بتغير التركيز هذه الوتيرة قد تكون متوائمة إذا كانت أس واحد وقد تكون مربع إذا كانت أس اثنيا وقد تكون مكعب إذا كانت أس اثنين وما عدي أكثر من ثلاثة يعني المرتبة الرادعة هي مرتبة صعبة حقيقة وما موجودة في منهجك قد تحدث ولكنها صعبة الحدوث وما موجودة في المنهج زين نجي هالسحنة لاحظ يقول إذا خلينا ثلاث أضعاف وبي ضعف كم مرة راح تزداد السرعة ست مرات تسع مرات نعاش مرات منطعش مرات ستة وثلاثة مرات نسو مضاعفات السرعة نسو مضاعفات السرعة R2 على R1 يساوي راح الكي هو ثابت راح في تركيز المادة ثلاثة أي على أي الكل تربيع في 2B على B أس واحد طبعا هذا الأي راح يروح هذا الB راح يروح راح يبقى لي R2 إلى R1 هذا هو ثابت يساوي 18 بمعنى أن R2 يساوي 18 R1 إذن من هو الاختيار؟ واضح الاختيار لذلك من يجيك اختيارات مو رأساً أنت تجي تختار إنما تطبق المفاهيم الخاصة بالاختيار وتجد الحل وبالتالي سيكون الاختيار دقيقاً وسيكون شيئاً ناجحاً خلينا أخذ تمرين آخر تمرين 8 5 تمرين 8 5 التفاعل الغازي الآتي 2 ون زائد وشتو ينتج ون زائد وشتو قانون السرعة له يساوي R K N O S 2 أو أجد S 1 هذا قانون السرعة إلى فإذا ما فإذا ما قلل تركيز N O إلى النصف وزيد تركيز أجد أجد إلى ثلاثة أضعافه فالتغير في سرعة التفاعل سيكون سيكون ألف يقل بمقدار 3 إلى 4 با يزداد بمقدار 3 إلى 4 جيم يزداد بمقدار 3 إلى 2 دال يقل بمقدار 3 إلى 2 ثانيا ها يبقى نفس الآن لاحظ معي هذا السؤال أقدر أطبق مفهوم تغير السرعة نسبة إلى تغير التركيز ومضاعفات السرعة وبالتالي إيجاد الإجابة الصحيحة لاحظ معي R2 إلى R1 يساوي K في تركيز المادة اللي راح أخذها NO اللي هي M2 NO S فإذا قل لها NO إلى النصف يعني هنا نصف NO على NO S 2 في H2 وزيد H2 إلى 3 3 H2 على H2 طبعاً هذا S1 هذا راح يروح هذا راح يكون R2 طبعاً هذا K يُحذف R2 ويساوي إلى R1 يساوي يساوي 3 إلى 4 إذن هنا النسبة ما بين السرعتين هي نسبة 3 إلى 4 والجواب هو فرع ألف والجواب هو فرع ألف طبعاً هنا هذا هو تطبيق مهم بالنسبة لإيجاد الفرق ما بين سرعة التفاعل المعين من خلال التغير في التراكيز وهذا ما يعرف بمضاعفات السرعة لذلك نطبق المفهوم بشكل صحيح ونجد الإجابة ثم نختار اختيارنا سيكون شيء أكيد الاختيار دقيق واختيار موفق أنا أشكر كل من تابعني وكل من أصغى إلي من خلال الدرس وأشكر كل من ساهم بإنجاح درسنا لهذا اليوم أشكركم على أمل أن ألقاكم في مناسبات أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة